في الحقيقة فيه أنشطة كتير جداً لها علاقة بالبحر في مهرجان العالمين البحر مش قصة شاطئ ورملة بس الأنشطة البحرية ممتدة في التركيز على عدد كبير من الأشياء منها استغلال مياه البحر في دخولها في البحيرات الصناعية منها عدد كبير من المسابقات الرياضية اللي بيشهدها أيضاً هذا المهرجان اللي بيجذب عدد كبير جداً من محبي الألعاب والمسابقات المائية طبعاً غير أن المدينة بتستهدف وصول المياه لكل أنحقها من خلال البحيرات المائية وكمان أن فيه تصميم كده للحواجز الجمالية للمياه في البحر دينا شرف زميلتنا موجودة هناك دلوقتي في العالمين بتتبع الأنشطة وبتتبع الفعاليات وحتقول لنا تفاصيل كتير يا دينا صباح الفل عليك صباح الخير يا دينا صباح الخير يا منا صباح الخير يا مصفى صباح السعادة والتفال على كل مصيم في كل مكان احنا بنصبح عليكم من مدينة العالمين الجديدة وتحديداً من منطقة البحيرات الصناعية المائية وزي ما انت قلت بالظبط هي يعني أتاحت أن كل أماكن في منطقة العالمين تكون طرق المياه بشكل أو بآخر عن طريق المياه البحيرات الصناعية كمان احنا بنتكلم النهاردة عن الألعاب المائية المنتشرة واللي موجودة هنا في منطقة العالمين علشان هي مش مجرد منطقة بس طرف هي لكن كمان هي فيها رياضات مختلفة منها رياضات المائية تفاصيل أكتر بيسعدنا يكون معنا ومنوارنا المهندس كمال إدريسي المسؤول عن الأعمال البحرية والمائية بجهاز العالمين الجديدة صباح الخير يا بشمال صباح النور منوارين مدينة العالمين الجديدة لقلقة البحر المتوسط وتشرفنا بوجودكم أهلا بحضرتك وموجود جبار يمكن بتقوموا به في منطقة العالمين بنحييكم عليه وبجد يعني احنا تحديدا كمان دلوقتي من منطقة البحيرات الصناعية خليني قبل ما نتكلم عن الألعاب المائية والشواطئ المجهزة لكن خلينا نتكلم عن البحيرات الصناعية اللي موجودة يمكن بمساحات كبيرة جدا في داخل مدينة العالمين حتى تسمح أن كل السكن يكون بيرى المياه من كل المداخل والمناطق الزبط كده زي ما حضرتك قلتي احنا هنا في وسط بحيرات الصناعية لمدينة العالمين الجديدة وطبعا احنا بنسلط الدوق على الجهود المبزولة الجهود الكبيرة جدا عشان تطلع بأفضل صورة ممكنة بالنسبة للزوار والسياح والمواطنين بشكل عام احنا طبعا زي ما حضرتك أهم ما يميز المدينة إنها زو طابعة ساحلي المدينة تقع على 14 كيلو متر ساحل البحر أو ساحل الشط تمام بالنسبة للبحيرات الصناعية فهي طبعا في خلال من تصميماتنا ودراساتنا بالنسبة للمدينة حبينا إن احنا نكون عاملين حسابنا في إن كل المشاريع السكنية والخدمية والاستثمارية تكون مطلة على البحيرات ده بيزود مش بس الأبراج الشاطئية يمكن اللي احنا قدامها لكن كمان كل مناطق الفلات والسكن والسكن المتميز والكمباونز اللي هنا ترى مياه البحيرات الصناعية هي مبتدة بطول قد إيه بالزبط البحيرات الصناعية على مساحة 370 فدان يعني حوالي مليون وخمسمائة ألف متر مسطح ودي مساحة كبيرة جدا عشان تخدم على كل المشروعات المقامة والمطلة على البحيرات زي ما حضرتك قلت الأبراج الشاطئية عندنا كومباوند مازارين والفلال عندنا الحي اللاتيني وده طبعا من ضمن التوجهات اللي احنا بنشتغل عليها التوجهات السياسية فيما يخص التنمية المستدامة للبنية التحتية للمدينة بحيث تبقى المدينة على أعلى مستوى وزي ما حضرتكو شايفين الفيو أكتر من رائع من أي مكان في المدينة عمقها حوالي قدير احنا شغالين على عمق سالب 3.5 يعني 3.5 متر تحت سطح البحر خليني بقى انتقل مرحضاتك من منطقة البحيرات للألعاب الطرفية والألعاب المائية الموجودة في منطقة العالمين تكلمني أكتر عنها ايه هي الألعاب اللي بتكون موجودة وهل فعلا منطقة اللي بيتمارس فيها هذه الألعاب هي منطقة آمنة وبترعي كل الجوانب المتعلقة بالأمان توفير معايير الأمان وسلامة للرواد بالطبع احنا في جهود مبزولة كبيرة جدا بالنسبة لمهرجان العالم عالمين عشرين اربعة وعشرين اهتمينا جدا بالتعاون طبعا مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية هي الزراع الدولة الاعلامي الصراحة اللي أظهرت المهرجان بشكل كويس جدا اهتمينا بزيادة الأنشطة المائية والبحارية على مستوى المدينة كلها طبعا حضرتك بالنسبة لمهرجان العالم عالمين اهتمينا فيه أكتر بالألعاب المائية طبعا زي ما حضرتك عندنا طبعا فيه الأنشطة الشاطئية اللي بتخدم كل الشواطئ المدينة ألعاب الجيت سكي والفلاي بورد والفلاي بورد والأير دايفينج والأمور دي كلها طبعا ده غير ان احنا اهتمينا برياضات الجماعية الشاطئية زي كرة الطيرة الشاطئية كرة القدم الشاطئية طبعا جذبت المحبين لكل الرياضات دي ان تبقى موجودة معنا وتشوف على أرض الواقع الرياضات دي كلها والناس برضو تتبسط دي وقت ممتع هنا فيه مدينة صحيح طيب احنا اهم حاجة للمصطفين هو نزول المياه الشواطئ المخصصة موجودة فيه شواطئ طبعا مجانية فيه شواطئ يعني بمبالغ مالية لكن الشواطئ المجانية حتى هي كمان مجهزة بشكل كبير بالصدادات والحواجز الجمالية علشان يقدروا ينزلوا فيها المياه بشكل آمن طبعا طبعا يعني نشكر الشركة المتحدة لخدمات الاعلامية اهدت لهالي مدينة العالمين شاطئ مجاني برموز مخفضة جدا عشان نقدر نقول ان عندنا كل الكاتيجوريز للشواطئ بالنسبة لكل المواطنين انها تيجي وتشوف وينزلوا البحر ويتبسطوا وبحيث ان احنا عندنا شواطئ عائلية شواطئ شبابية شواطئ فيها سهر وحفلات شواطئ مجانية للناس تيجي تتبسط بيها بحيث ان المدينة تخدم الهدف بتاعه هي مدينة لكل المواطنين الحواجز خدت وقت طويل جدا عشان دم تجهزة بشكل كبير ولا يعني المساحات بتاعتها كمان طبعا احنا بننفذ على زي ما حضرتك خط الساحل 14 كيلو متر بيمتد لمدينة العالمين الجديدة نفذنا عدد 19 حاجز امواج او صدادات امواج الحواجز الامواج طبعا خدت مننا وقت ومجهود بس الحمد لله بفضل الله نفذناها وقدت الغرض منها وهي انها بتحمي خط الشاطئ للعالمين الجديدة من التغيرات المناخية ومن ارتفاع الامواج والنحر بل بالعكس هي بتشكل شواطئ رملية طبيعية نقدر نستفيد منها ونقدر نستثمرها على مدار السنة كلها ازاي بقى؟ طبعا لما بتشكل عندي شواطئ رملية طبيعية بتزيد عندي مساحات الشواطئ فبيزيد الاستثمار فيها وابدا انا احنا كوزارة الاسكان وكجهاز مدينة العالمين في ان احنا نوفر شواطئ اكتر للسكان والزوار بحيث تستوعب اكبر عدد من السكان والزوار فعلا يعني زي ما بنتحدث دايما هي مش مدينة ساحلية فقط لباصل الصيف ولكن هي مدينة صالحة للعيش فيها والاسكان فيها بشكل عام طول ايام السنة طبعا طبعا احنا في المشروعات بنقدر من خلال المشروعات السكانية والخدمية والاستثمارية احنا موفرين كل الظروف وموفرين كل التهيئة لان المدينة تستوعب عدد سكان من 3 ل 4 مليون طول السنة بما فيها المرافق العامة للمدينة والانفراستركشور والبنية التحتية المدينة من مدينة الجيل الرابع زي ما حضرتك وبتخدم التنمية المستدامة فعشان كده احنا عاملين حسابنا للناس وطبعا نستوعب السياح والزغار اللي من كل مدن العالم مش هيلقوا احلى من شواطئ المدينة العالمين الجديدة اللي هي على مستوى عالي جدا بالنسبة لشواطئ العالم طبعا الأبراج السكانية المميزة جدا لمدينة العالمين الجديدة واللي بتتفرد مدينة العالمين الجديدة بان فيه ابراج على السحل فدي حاجة تجذب الناس لها طبعاً طبعاً من المكان المتخيلين أن مدينة العالمين هي مدينة مدينة ألغام تتحول لمدينة الأحلام جنة الله على الأرض طبعاً طبعاً وإحنا بالنسبة للبحيرات قدرنا أن ندخل البحيرات بحيث كل المشاريع تطل على مياه سواء كان في الجهة الإبلي أو في الجهة البحري من الشاطئ أنا يعني بشكر حداك شكراً جزيلاً عم جود الجبار اللي بتقوم بيه هنا فعلاً في مدينة العالمين الجديدة يمكن اهتمامكم بكل التفاصيل الخاصة بأن إزاي المدينة تكون مدينة عالمية تجذب العدد كبير مش بس من المصريين لكن كمان من العرب والأجانب علشان تكون مدينة متكملة ووجهة مشرفة لمصر في العالم كله أنا بشكرك شكراً جزيلاً لمهندس كمال إدريس مسؤول عن الأعمال البحرية والمائية بمدينة العالمين الجديدة شكراً جزيلاً لك زي ما سمعتم معنا وتابعتم معنا منا ومصطفى هذا اللقاء وقد إيه المجهود الجبار اللي قاموا به هنا في مدينة العالمين الجديدة علشان يكون فيه مساحات هائلة من البحيرات الصناعية المائية اللي بتطل على جميع الأماكن هنا مش بس الأبراج الشاطئية اللي بطرق المياه لكن منطقة الحي المتميز والحي اللاتيني وأيضاً منطقة مازارين الفلات هي طبعاً كلها بطرق الآن البحيرات الصناعية كمان تجهيز الشواطئ بشكل كبير علشان تكون مناسبة وملأمة وآمنة لنزول أستاذ المصطفين من خلال تجهيز الحواجز المائية الجمالية ومش هننسى الألعاب الترفيهية والمائية اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة آمنة ويعني مطبقة لكل المعايير لحفظ سلامة وأمان كل روادي مدينة العمين بصبح عليكم مرة تانية ورجع لكم تكملوا معاكم فقرات صباح الخير يا مصر صباحك زي الفل يدينا شكراً لك على المجهود وشكراً لك كمان على التفاصيل اللي جبتها لنا وعرفتها لنا كل الشكر لك